افتتح سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير الإعلام المرحلة الأولى من مشروع التطوير التقني لستيديوهات إذاعة البحرين وذلك في سياق المشروعات الفنية والتقنية التي تنفذها الوزارة لتعزيز العمل الإعلامي بما يواكب أحدث تطورات في قطاع الإعلام والاتصال وتكنولوجيا المعلومات بتوافق مع برنامج الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وأعرب سعادة الوزير لدى طلاعه على سير العمل في الاستوديوهات الإذاعية عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة للكوادر الإعلامية والفنية التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع التقني باعتباره إضافة نوعية إلى إنجازات الإذاعة البحرينية عبر تاريخها العريق منذ انطلاقتها قبل ثمانين عاما واستمع وزير الإعلام إلى شرح من السيد يونس سلمان مدير إذاعة البحرين حول أهم جوانب مشروع التطوير التقني في مرحلته الأولى وعملية التحديث والتجديد في سبعة استوديوهات إذاعية بمختلف تجهيزاتها الفنية والتقنية وأكد سعادة وزير الإعلام أن إذاعة البحرين بتاريخها المشرف تمثل تجسيدا حقيقيا لروح الإعلام الوطني الفاعل والمسؤول بوصفها صوت الوطن وشاهدة على تاريخ الدولة المدنية الحديثة وشريكة في مسيرة الإنجازات التنموية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه وأشار سعادته إلى مواصلة الإذاعة رسالتها الوطنية التاريخية في تعزيز الهوية والانتماء ومناقشة القضايا الوطنية بصدق وشفافية في إطار أجواء الحريات الإعلامية المسؤولة التي كفلها المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى بدعم من حكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومؤزرة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهما الله وتقدم وزير الإعلام برسالة تحية وتقدير إلى رواد العمل الإذاعي والكوادر الوطنية المبدعة على جهودهم الدؤوبة في إدارة وتشغيل المحطات الإذاعية الوطنية على اختلاف وتنوع رسالتها وإخلاصهم وتميزهم في أداء واجباتهم ضمن فريق البحرين في مواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة لجائحة فيروس كورونا وإسهامهم في رفع الوعي المجتمعي بتقديم محتوى إعلامي راق ومسؤول في اعتقادي بأن عندما تملك الرياضة في مثل هذا الجهاز الهام قطاع الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة عندما تنال هذا الشرف لخدمة البحرين وأهلها من خلال أجهزة مثل الإذاعة والتلفزيون والصحابة على سبيل المثال عندما انطلق أول بث إذاعي لاسلكي في البحرين قبل ثمانين عام في عام 1940 ومن ثم انطلقت إذاعة البحرين الرسمية عام 1955 نتحدث عن أكثر من 65 عام وقبلها الصحافة هذه كلها تحملنا مسؤولية لتطوير هذا الجهاز والحفاظ على هذه الرياضة لذلك كان هناك حرص كبير من المسؤولين على الإذاعة أن يتم تطوير هذا الجهاز من الناحية التقنية لضمان إيصال مضمون يعكس واقع بحريني دائما نفتخر فيه في ظل هذه المنافسة في وسائل الإعلام ودخول الإعلام الحديث أعتقد ما زالت الإذاعة قادرة على الوصول إلى المستمع وإيصال رسائل مهمة ما يميز الإذاعة دائما هو الطرح الهادئ ونحن دائما نفتخر في البحرين بأن البحرينيين أصحاب صوت هادئ ومقنع وفيه الكثير من الحديث المنطقي فأتمنى حق جميع القائمين على هذه الإذاعة في ظل هذا التطور الكبير لتشهد الإذاعة من ناحية التقنية أن يكون هناك تطور من ناحية المضمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر